النادي الأهلي النادي الأهلي تقدم باعتذار من أجل قيمة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي لا يعني النادي الأهلي أن الاعتذار دو يفرق مع ناس أو لا فاجئت بالمزايدات والتعليقات وتصرحات غريبة جدا جدا وناس تتحدث عن المبادئ وعن الاحترام وعن القيم وتخيل أنت بتكلم النادي الأهلي عن المبادئ فارسالة بسيطة كده بس إحنا بنقول لهم لمن يتحدث عن تلك الأشياء عليكم أولا تعلمها ثم المجيء للتحدث أمام النادي الأهلي النادي الأهلي مش محتاج أن حد يقوله القراراتك أو مبادئك احنا يمكن شوفنا والغريب يا محمد أن الفيديو ما كانش فيه تجاوز إطلاقا لكن النادي الأهلي شاف أن أنت في حرم النادي أهلي بيعست النادي الأهلي حتى دوت مرفوضة عشان كده تم محاسبة المقطق وتقدم باعتظار زي ما احنا قلنا عشان قيمة ومبادئ النادي الأهلي واعتقد جماهير الأهلي وعية وعرفة كده نادي الأهلي لما قدم اعتظار شفنا ترحيب شديد من الجمهور وإدراك أن النادي الأهلي عشان قيمة النادي الأهلي ودروز زي ما بنعدي وبنتكلم من سنة 1942 وبدايات الأهلي سواء إنشاء نادي الوطنية أن أنت دايما بتاع 42 في مواقف تم أخذها في السابق أمام اتحاد الكورة وحضر باشا و1907 إنشاء النادي الأهلي من أجل كنادي وطنية مبادئ بتتعلمها والتاريخ هيذكرها فهنعدي السنين هتعدي وهنفضل نتذكر الموقف دوت وإزاي النادي الأهلي إدى للجميع درس حتى المناقشة طول ما انت داخل حرم النادي الأهلي ممنوع النادي الأهلي قاصي على نفسه شوف حتى النادي الأهلي بيدي درس إزاي يبقى قاصي على نفسي حتى في المبادئ في القيم حتى لو مجرد يعني ممكن ناس تانية شيف تشوف إن الفيديو دوت مش محتاجة اعتذار ونهو كده كده مفروش تجاوز ولكن هو من المبدأ النادي الأهلي قدم اعتذار وما ده عشان كده احنا قلنا يا محمد النادي الأهلي بيقدم علشان قيمة النادي الأهلي احنا ما توجهنا بالاعتذار احتراما لجمهير النادي الأهلي اللي بتتخطى ال 65 مليون جنيه اللي بتتخطى ال 65 مليون مشجع وبتتخطى الـ 80 والـ 90 والـ 100 مليون جنيه في الوطن والـ 100 مليون مشجع في الوطن العربي بتدور على الإراضات لكنت لسه والله بفكر فعلا في رعاية الأهلي القادمة فالنادي الأهلي بيحترم قيمة جمهير وزي ما احنا قلنا اللي بتتخطى الـ 70 مليون مشجع أهلاوي لكن احنا ما بنعملش كده علشان أشخاص أو علشان الناس تقول شوف النادي الأهلي بيعمل إيه الكبير هو اللي بيتعامل من إنه هو كبير مش اللي بينتظر مواقف الكبير علشان يجي يقول شوفت الكبير بتعمل إيه طب إتعلم وإعمل وبعد كده بقى تعال أكلم يعني بتأكيد طبعا إزاي أنا كمؤسس النادي الأهلي أستفاد من السوشيال ميديا بشكل أكبر من هذا ونفس الوقت برضو عايزين نتكلم على التفاعل ما بين النادي الأهلي كمؤسسة وكجماهير لأن الجمهور النادي الأهلي